هل معنى كده ان الافضل حتى هذه اللحظة كوزير للتجارة الخارجية والمالية مازال الوزير يوسف بوترس غريب؟ بالقاطع ولن احيد على هذا بعد ما ساب التجارة الخارجية مسك المالية وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزيرا للتجارة والصناعة كان اول مرة يضم الوزارتين مع بعض فبقى وزير للتجارة والصناعة نجح الوزير رشيد محمد رشيد ونجح في التجارة الخارجية ونجاحه جزء منه لشخصية رشيد محمد رشيد انما الجزء الاخر واللي انا ما زلت مقتنع بي الانجازات الحق راجع للدكتور يوسف بوترس غريب وبداياته في وزارة التجارة الخارجية وراجع لوجود الدكتور يوسف بوترس غالي وزيرا للمالية وبيدعم ويساعد التجارة الخارجية وهو وزير مالية لانه هو اللي كان حط القواعد الاولية فكان بيدعم الوزير رشيد محمد رشيد في جميع السياسات للتجارة الخارجية ما ننساش حاجة ان الدكتور يوسف بوترس غالي هو اول وزير عمل في مصر مساندة لبعض انواع الصادرات اقولك حاجة من ضمن الحاجات يمكن منسية ان اول شيء واول محصول خد مساندة في مصر القطن في فترة من الفترات خد مساندة للتصدير ده اثناء المهندس رشيد يوسف بوترس غالي وسانية الموالح برضو اثناء يوسف بوترس غالي خدت مساندة للصادرات ترجمة نانسي قنقر